لم يلقى خروج الإمام الحسين عند الشيعة يعتبر خروجاً مشروعاً لأن الخروج على الحاكم الظالم كان خروجاً من أجل إقامة الحق ومن أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يكن من أجل الخوض في دماء المسلمين ولذلك الشعار الذي رفعه الإمام الحسين عليه السلام لخروجه السلمي إني لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا ظالماً ولا مفسداً إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق ومن رد علي أصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين كان هذا هو الشعار الذي رفعه الإمام الحسين فكان خروجاً مشروعاً بهذا الاعتبار وما جرى من الإمام الحسين باعتباره إماماً في موقع الإمامة هذا لا يمكن أن ينسحب على غيره في الخروج تحت شعار الثأر للإمام الحسين أو تحت شعار ويدخل في سفك الدماء ولذلك يعني الأئمة بعد الإمام الحسين من أهل البيت رفضوا الخروج نعم طيب رفضت التقاتل سمحت السيد ما بين حزب الله وحركة أمل حين حدثت بينهم مواجهات مسلحة البعض قال حينها إنك انحست إلى حركة أمل على حساب حزب الله علماً بأن مجموعة مسلحة ربما يعني محسوبة على حركة أمل ربما تورطت في الهجوم على ضر الإفتاء الجعفري بصور مقر إقامتك في الـ 2008 ألم يدفع كذلك لإعادة وجهة نظرك لإعادة حساباتك؟ يعني أنا وقفت آنذاك مع حركة أمل باعتبار أنه كان معتداً عليها وكانت هي تقوم بملء الفراغ في ظل عدم وجود الدولة في الجنوب اللبناني وحزب الله أراد أن باعتبار عدم إيمانه بمشروع الدولة ولا بمن يمثلها شن حرباً حينئذن أو في ذلك الوقت على حركة أمل وعلى يعني رموز الدولة من الجيش اللبناني الذين كانوا يتواجدون في الجنوب اللبناني نعم وأما عندما يعني اعتدي على دار الإفتاء الجعفري هو باعتبار أن حركة أمل شاركت حزب الله في اجتياح مدينة بيروت في السابع من أيار سنة 2008 وأنا وقفت ضد الاجتياح لبيروت لأنه يعني يحدث فتنة بين المسلمين وبين اللبنانيين ويسقط مشروع الدولة الذي طالما رفعت شعار الدولة حركة أمل فهي شاركت حزب الله في إسقاط مشروع الدولة عندما شاركته في اجتياح بيروت